في هذا الفيديو سأتحدث عن التشيكينج أكاونت بتاع بانك فامريكا فتح وبراوسر فتح اكتب بانك فامريكا هذا الويب سايت بتاع بانك فامريكا سأذهب على بانكينج تشيكينج سألخبتها سألخبتك نحن هنا في كاليفورنيا سألخبتك هنا يوجد الشيكينج هنا هنا أنا أرى حاجة كل ما هنا سألخبتك سألخبتك بانك فامريكا يوجد عمز بانك فامريكا بانك فامريكا هنا هذا الجدول يوضح لنا الفروقات المعبنهم نبس هنا Good for you نفتح Bank of America Core Checking امتى؟ لو انا بستخدم Direct Deposit لو انا بشتغل في حتة ويبعثي المرتب بتاعي ب Direct Deposit على البنك هنا Bank of America Interest Checking ده يبقى مناسب انت لو انا يبقى امتى لو انا عندي مبالغ عالية ويضعها في ال Checking Account لان ده يديني Interest على الفلوس اللي اضعها Monthly Maintenance Fee ماهي monthly maintenance fee؟ ده الفلوس اللي انا بطفحها شهريا عشان ال Checking Account بتاعي بيختلف ما بين ال Core Checking و ال Interest Checking هنا بيقول لي ايه في ال Core Checking No fee when you meet one of the following requirements Each Statement Cycle يعني ما بتفعش حاجه في الشهر لو انا عندي الحاجات اول حاجة Have at least one qualifying Direct Deposit of 250 or more يعني لو انا بيجي لي Direct Deposit من ال Employer بتاعي من المكان من اللي انا بشتغل فيه 2250 دولار او اكتر في الشهر ما بتفعش Monthly Maintenance Fee أو Maintain an average daily balance of 1500 or more 1500 دولار لو انا عندي 1500 دولار في ال Account ما قالوش عنهم الحال دي ما بتفعش حاجه على 잉 SEC ما بتفعش عالا على 4 سعونا بخير سعونا بخير سعونا بخير و اثنين مرحب ارباح شركة سعونا بخير سنة 20 سنة 21 سنة بس انا انروض في هاي سكول او في جامعة ففي الحالة دي بيعملوا لي ويفر بيشلوا لي الفلوس بتاع المنتلمينتنس فيه لو مفيش حاجة من الثلاثة دول او الاربعة دول متطبقين علي ففي الحالة دي انا بدفع اتناشر دولار شهريا طيب بالنسبة للبانك في امريكا انترست شيكينج ايه الوضع بتاعه؟ هنا مانتين مانتين انا عندي اكتر من 10 تلف دولار في الحسابات بتاعتي هنا بيقولي histق liberate اب MEL Theory لم لمحة المكان المكان المقصر هنا هو يقول لي ان لو انا عندي اكثر من عشرة تلاف دولار فما فوق في الحسابات بتاعتي czyli checking, saving, money market, cds مبثعش حاجه في ال Monthly maintenance fee او هنا او او ال4 accounts ماببقاش عليهم ال Monthly maintenance fee لو مفيش حاجه من دول انا فتحها إذا لا يوجد شيء من هذا المتطبق علي ففي الحالة دي المنتنس فيه بتاعتي هي ٢٥ دولار بالبنك بيشراجني ٢٥ دولار كل شهر الفيز ان بوليس هنا بيقول لي view checking clarity statements دي statement فيها ال schedule of fees لأنه هو الموضوع مش مجرد المنتنس فيز دولار سنبص عليهم في الفيديوهات الثانية ايه هي الحاجات الثانية الفيز اللي انا بتفعها للبنك هنا low opening deposit ده بي apply على البنك في امريكا core checking البنك في امريكا interest checking مش low opening deposit هم هنا كتبين بس مش كتبين المبلغ كام هنا three additional interest checking accounts and four saving accounts with no monthly maintenance fee ده بيبقى متطبق في البنك في امريكا interest checking بس مش في ال core checking يعني لو انا فتحت حساب interest checking اقدر ان انا اخذ مع ثلاث حسابات جارية checking accounts وأربع حسابات توفير من غير مدفع عليهم monthly maintenance fee earn interest on your balance في ال core checking هنا ما باخدش فايدة على الفلوس اللي بحطها لكن في ال interest checking باخد ما باخدش فايدة على الفلوس اللي بحطة ما باخدش فايدة على الفلوس اللي بحطة ما باخدش فايدة على الف دولار الكاشير بي verify ان انا عندي الف دولار في الاكاونت وبيطلع علي الكاشيرز تشك ب الف دولار ويخصموا من الاكاونت بتاعي زي وزي المني أوردر واتن برضو من اطلع على واتن برضو من اطلع على money order no fee for overdraft protection transfer from a linked deposit account هنا بيبقى فيه في علي overdraft protection هنا ما بيبقاش فيه الادتشنل هم الاتنين واحد عندهم online banking وعندهم mobile banking اقدر ان انا أصحب من أي Bank of America ATM من غير أي مشاهد Book Add a Savings Account with the Keep the Change Saving Program نرى على المدارات لمن المغربة لأخير في Bank of America customize your checks and debit cards with my expression designs ده اللي هو الاثنين دول اقدر ان انا شكل الشيكات بتاعتي شكل دبيت كارد اقدر ان انا اعمل لهم في الدزاين بتاعهم